شجع الأراك أراك تجهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجهو أيروق عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بل قعو والدين قوضا أهله فما خلو دفر وشتت شمل متجمع لله أقمار أفلم بكربلا ولا بيسرب والمحصب مطلع ألست بهم أو طفوف أو حشب أضبات يسرب والمقام أرفع من بك مدعو أو طفوفيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع مولا بتربة الشفاء وطفوفيك وتحت قبة الدعاء من كل داع يسمع يسمع فيك الذي أشجى البتولة ونجلا ونجلا ولو النبي وطنوه متفجع فحياة أصحاب الكتاء حياته وبيار المصرح جميعا صرعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الشف منه أفضح دم رباح وراتوا فوق الرماح وشلو بشب الصفاح موزع لحفي لهالي كلما دمعت لعين بأطراف الأسنة تقرع تذمى جوانبها وتغرم فوق أبياتها ويراطعنا الملفع يقول السيد ابن طاوس وتسابق القوم على ناب بيوت آل الرسول وقرة عين الزراع البتول فخرج يا بنات رسول الله وحريم يتساعدنا على البكاء وينجبنا لحراق الحماد والأحفاء قال حميد بن مسلم ورأيت امرأة من بني بكر ابن وائل كانت مع دوجها في أصحاب عمر ابن سعد فلما رأت القوم قد اختحروا على نساء الحسين في فصا طين وهم يسلبون أخذت زيفا وأقبلت نحو الفصا وقالت يا أعلى بكر ابن وائل لا تسلب بنات رسول الله لا حكم إلا لله يا نصارات رسول الله فأخذها دوجها وردها إلى رحله ثم اخرجوا النساء من الخيام واشعلوا في النار فخرجنا حواسر مسلبات آفيات باك يا راك فقلنا للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرح الحسين فمروا بهن على المصارح فلما نغرت النسوة إلى القتلى صحنا وغربنا وجوهن مروا بهن على القتلى مصرح تايرا ما بين مون عفر في جايا بمصلمي ومذراك زينب جسمي الحسين علي مصرح تايرا برغا خوير ابن بدم من ناير الحر والإمامي نادة انسان عيني يا حسين وخي أملي وعقد جمالي المنبوطة وزعتك الله يا عيوني قرون يا رجون عنك يا أخذوني تجروخ واللي فاروني أنا نفات أخوت وما جاوقوني برغا خيطوني يا للحر يا ما تجوني من اجل أحاج تخلصوني يقول الراوي فوالله لا أنسى زينب فنتعليم وحيى تنتب أخاها وتنادي بصوت الحسين وقلب الكئين يا جدا يا محمد صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين المزمل بالتماء مقطع الأعضاء وفناتك سقايا وإلى الله المشتكى وإلى محمد المصفقى وإلى علي المرتوى وإلى خاطمة الزارة وإلى حمدة زيد الشهداء ومحمد هذا حسين محجوز الراز من القفى مسلوب العمام في والعتاق أبيما أرحى معذكره روما الإفلين ربا بأبيما الزفاق هو مقطع العرى بأبيما لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى بأبيما رزت له الشمس حتى فلا أخبكت والله كل عدو وطدي ثم إلا تكينا تالت من عمتها لمن تحاطبي فأجابتها أخاطب أباك الحسين فعلقت بنفسها من محملها حسين بأبيما للمستم من الغر يسيمة. بويا والنوح من عضبك لجيمة. فابكت جميع العذاق ابن الزاد نحوها من على جسد أبيها. فاجدنا عليها غزة من الأعراب فجرواها من على جسد أبيها. قامت والجموع جارية وكأنه بيانات ضوية بردك لرب العليا. عليك ورية العزو من بيانتيك أطرخ وزير العالية. وجرية اب حميتك لا تخليك مع دوري الحزة والأديك. يقول الراوي ثم انه ابن سعد فعز ابنة الحسين عليه السلام. في يوم عن شعر مع خول ابن يزيد الأطفحي. وعميد ابن مسلم الأجدي. الى عبيد الله بن زياد. وغرب رؤوس الباقير من أصحابه. واهل بيته فقصعت. وترح بها مع شمر ابن الكوشن. وقيح ابن الأشعق وعمر ابن الحجاج. فأقبلوا حتى قدموا بها الى الكوفة. ثم تار ابن سعد بمن تخلق من ريال الحسين. وحمل رساءه على أحلاف أقداب الجمال. وأن وداعوا الأنبياء. وزاقوهن كما يزاق سبي الترك والروم. في أشد المصائب والهموم. وروي أن رؤوس أصحاب أبي عبد الله. كانت ثمانية وسبعين رأسا. فاقتتمتها الخبائل اللي ستقوم الى ابن حياد. وإلى يزيدا فجاءت كلتة بثلاثة عشر رأسا. وطاحبهم قيح ابن الأشعق. وجاءت هواهل باثني عشر رأسا. وطاحبهم شبور لعلكوشا. وجاءت ثمين بسبعة عشر رأسا. وجاءت فلو أسد بستة عشر رأسا. وجاءت ملحج بسبعة رؤوس. وجاءت سائر الناس بثلاثة عشر رأسا. ولما انفصل ابن سعدهم كربلا. خرج قوم من بني اسد. وصلوا على تلك الجثث الطواهر الزواكي. ودفنوا على ما هي الان علي. وتربوا ساد بالسبايا المشار اليهم. بالسبايا المشار اليهم. فلما قربوا الكوفة اجتمعها لها للنظر اليهم. قال فاشرفت اغراد من الكوفيات. وقالت من اي الاسارة انتم. فاجابتها فنات عليا النحل اتارى اهل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت من صفحها فجمعت لهم ملع وعجر ومقادر فاعطتهن. وقد غصت وقد غفت الطرقات في وجوه اهل البيت. وكأني بالعقيل نادة شمال الناس تدور واجعلينا. ومتعان الانصيب بالعاملينا. يختار قال لنا ويبولينا. قرى سفل الرموح ليانا يتفكر. قال فشيوه خديهم الاسدي فجعل اهل الكوفا ينوصون ويبكون فقال علي ابن الحسين اتنوصون وتبكون من اجلنا فمن الذي قتلنا. ونظرت الى زينب بنتي حليا يومئذ. ولم انا خفرة انطق منها. كأنها تفرض عن لسان ابيها امير المؤمنين. وقد اومعت الى الناس ان اسكتوا. فتكتوا فارتست الانفعت. وتكرت الاجرات. ثم قالت الحمد لله والصلاة على محمد وعلي الطائرين. اما بعد يا اهل الكوفا يا اهل الختل والغدي والمكر. اتبكون فلا رفعت السمع ولا اتهت الرن او الزخرا. انما مثلكم كمثل التي نقرت غزلها من فرج قوة انكافا. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الا والفعكم الا الصلق النطف. والصدر الشرق وملك الهماي وغمز الاعداء. او كمرع على دمنا. او كحوة هلام الحود. الا تاهم قد تمثلكم انفسكم. انسخط الله عليكم. وفي العذاب انتم خالدون. اتبكون وتنتحبون اي والله. فاركوا كثيرا وارحكوا قليلا. فلقد لابتم بحالها وشمالها ولن ترحبوها بغتل بعدها افدا. وانا ترحبوا قتلة لي لخاتم النبوة. ومهد الرسالة وسيد شباب هالي الكنة. وملاء الحيرتكم. ومفتح نازلتكم. ومنار حجتكم. ومدرسلتكم. على تاهمات جدون وبعدا لكم وتحقى. فلقد خاف السعي وتفت الايدي وخزرت الصفقة. وبوت بغرب من الله. وغربت عليكم الزلة والمسكنة. ولكم يا اهل الكوفة. اتدرون اي كبد لرسول الله فريتم. واي دم لو انتخذتم. واي حرمة لو انتخذتم. واي كريمة لو اخرجتم. لقد جيتم بها طلعاء عنقاء سوءاء فطماء. خرقاء شلواء كطلع من الارض ومن السماء. افعجبتم ان مطرت السماء دماء. ولعل ابو الله اخذى وانتم لا تنفرون. فلا يستخذ منكم المال. فانه لا يحفزه البتار. ولا يخاف فوت السار. وان ربكم لفي المرطان. فرايت اناس حيارا يبكون. وقد وعزوا ايديهم في اقوائهم. ورايت شيخا الى جنبي يبكي. قد بل نحيتا بدموعي عيني. وهو يقول. وهو يقول بأبي انتم وأمي شفابكم خير الشفاب. وكولكم خير الكرون. ونساؤكم خير ناس لا يخزى ولا يفزى. وخطبت بعدها فاصمة الصورة. وكان لا من العمر. احد عشر سنة. فابكت جميعا من حر. فقالت الحمد لله اعداد الرمل والحطى. وزنة العرش الى السرى احمده وامن به. واتوكل عليه. واشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له. وان محمدا عبده وقتوله. من غير نحل ولا اتراس. اللهم اني اعوذ بك ان افتري عليك الكذب او ان اقول عليك. خلاف ما اندلت عليه من اغل العهود. لوصيه عليك. لأبي طالب المسلوب حق مقتول من غير ذن. كما قتل ولده في الامر. في بيت من البيوت الله. فيه ممشن مسلمة. بالف نتهم تحت لرؤوسهم. ما دفعت منه غيما في حياته ولا عند مماته. حتى قضته اليك محمود النقيب طيب العليد. مهروف الملاقف مشهور الملاقف. لم تأخذ اللهم فيك لغبة لائم. ولا هذل عادل. هديت اللهم للاسلام فغيرا. وحمست ملاقفه كبيرا. ولم يزن عاطحا لك. ولرسولك حتى قبرته اليك. زاهدا في الدنيا غير حريص عليها. راغبا في الاخرة مجاهدا لك في تبيل. رضيته فاتيته الى صراط مستقيق. اما بعد يا اهل الكوفة. يا اهل المكري والغدر والخيلاء. فإنا اهل ضيط ابتلان الله بكم. وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا. ودعال علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علمه. ووعاء فانه. وحكمته. وحجته على الأرض في قلاله لعباده. واكرمنا الله بكرامته. وضولنا بذبيه محمد. صلى الله عليه وعليه وسلم. على كثير ممن خلق تفويلا بينا. فكلبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا. وأموالنا نهطا كأننا أولاد سرك أو كابل. كما قتلتم كالثماء في الأمر. وثيوفكم تقطر من جمائنا أهل البيت. لحقد متقدم قوت لذلك ريونكم. وفرحت قلوبكم افتراءا على الله ومكما مكرتم والله خير الماكرين. فلا تدهو أنكم أنفسكم إلى الجمل بما هفضتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا. فإنما أضابنا من المطائب الجليلة. والرزء الهوين في كتاب من قبل أن نقرأها. إن ذلك عن الله يسير. لكي لا تأتى ولا ما فاتكم. ولا تفرحوا بما هداكم. والله لا يحب كل مختال فخوا. تبا لكم فانتوروا اللعنة والعذاب. فكان قد حل بكم. وتواسرت من السماء نقمات. فيجحتكم بعذاب ويليق بعضكم بات بعض ثم تخلجون في العرب الأليم يوم الخيام بما ولم تمونا. ألا لعظة الله على الوالمين. وإلكم أسدون أية يد طاعنتنا منكم. وأية نفس ندعت إلى قتالنا. أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا. والله أسد قلوبكم. وغلبت أكبادكم. وطبع على أفعدتكم. وختم على سمعكم وبطركم. وتول لكم الشيطان وأملع لكم. وجعل على بطركم غشاوة فأنتم لا تتدون. فتحفل لكم يا أهل الكوفة. أي تراث لرسول الله قبلكم. وذحول لو لديكم بما علتم بأخي علي ابن أبي طالب. عليه السلام جد بنيه وعزمته الطيبين الأخياء. وافتخر بذلك مفتخر. فقال نحل قتلنا حليا وفني حليا بسيوف هردية ورماحي وتفينا نساء تبي ترك ونطح لهم فهي نطاحي بحيك أيها القائل الكذكث والأسلو. افتخرت بختل قوم تكاهم الله وطهارهم. وذا تظنه مرش فاكضم وقعك ما أطحى أبوك. فإنما لكل مره ما كسب وما قد هاتيتا. أحد التمونا ويلا لكم على ما فضلنا الله تعالى به. فماذا القلاء انك اشد من بحورنا وبحرك تاج ما يواري التعابطا. ذلك فضل الله يعتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور حد تبعت الأفوال بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنك الطيب. فقد احرقت قلوبنا وانضيت نصورنا. واغرت اجوافنا حزكتت. وخطبت امك الصور. بنت علي عليما السلام. في ذلك اليوم من ورائك التي رافعة فوتها بالبكاء. فقالت يا هالا الكوفة سواتا لكم. ما لكم خذلتم حزينا. وانتبتم امواله وورفتموا. وتبيتم نساء ونكبتموا. فتفل لكم وتحقى ويلكم. اتدون اي دواء داتكم. وهي وزر من ظهوركم حملتم. وهي جمائر سفكتموها. وهي كريمة افتبتموها. وهي صفية سلبتموها. وهي اموال افتبتموها. قتلتم خير رجالات البعد امربي. ونزهت الرحمة من قلوبكم. فلا ان حزب الله هم المفلحون. وحزب الشيطان هم الخاسرون. قتلتم اخي ظلمن فويل لامكم. ستجلون نارا حروا يتوقدوا. ففكتم اماها حرم الله تفكى. وحرمها القرآن ثم محمد. فرج الناس بالبكاء والنحيط. ونشرت النساء شعورهم. ووضعنا التراب على روزهم. وخمش وجوهن ولقم خدودهم. ودعونا بالويل والثبر وبكى الرجال. فلم يرى باك وباكي اكثر من ذلك اليوم. فقالوا باجمعهم نحن كلنا يفنى رسول الله. زامعون مطيعون حافظون لذمانك. غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك. فمرنا بامرك. يرحمك الله. فانا حرب لحربك وسلم لسلمك. لناخذن يزيد ونبرأ منك. وممن ظلمك وظلمنا فقال عليه السلام يا تايات. اية الغدرة المكره. حين بينكم وبين شهوات انفسكم. اتريدون ان تاتوا الي كما اتيتم الى ابي من قبل. كلا ورب الراقصات. فان الجرح لما ينتمين. ختل ابي صلوات الله عليه في الامن. واهل بيتي معه. ولم ينسني ولم ينسني سكل رسول الله. وسكل ابي وبني ابي. وجده والله بين لهاتي. ومرارته بين حناجري. وحلقي وغفص تجري في فراش فدري. ومثالتي ان تكونوا لا لنا ولا علينا. ثم قال الاغر وان قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا مت. واكرم فلا تفرحوا يا اهلك فاذا بالذي اصيب حسين كان ذلك اعظم. قدير بشط النار. روحي فداء جزاء لعي ارتاح نار جهنمى. ثم قال عليه السلام. رضينا منكم رأسا براس فلا لنا ولا علينا. قال الراوي ثم ان ابن زياد. جلسا في القصر للناس. وابن انا عاما. وجيء برأس الحسين فوضع بين يداه. فجعل ينظر اليه ويتبسم. وكان في يجهه ثوب. فجعل يغرب به ثناياه. ويقول انه كان حزن الثغر. ثم قال لقد اسرع الشيب اليك ابا عبد الله. يوم بيومه فادر. وكان عنده انس ابن مالك. فبكى وقال كان اشباه برسول الله. وكان مخذوبا بالوسمة. وكان الى جانب ازيد ابن ارقح. صاحب رسول الله. وهو شيح كبير. فلما رهاه يغرب ثناياه. قال له ارفع صوتك عن هاتين الشبكات. فوالله اللي لا الى غيره. لقد رأيت شفتي رسول الله. ما لا احطي كثرة. يقبله ما اخر من تحب قاكياه. فقال له ابن جياد. ابكى الله عينك. تبكين فتح الله. لولا انك شيخ قد خرف. ولا في عقلك نظرت عنقك. فنار زيد ابن ارقنب بين يدي. وهو يقول ايوانات. انتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة. وامرتم ابن مرجان. والله ليخدلن خياركم. ولا يستهفدن شراركم. فبعدا لمن رضي بالزل والعار. ثم قال يا ابن جياد لا حدثنك. اغلب عليه من هذا رأيت وسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. اقعدا حزنا على فخره اليمنى. وحسينا على فخره اليسرى. ثم ورع يده على يا فو خيما. ثم قال اللهم درني اتودعك اياهما وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعة رسول الله. صلى الله عليه وآله عندك يا ابن جياد. وادخل نساء الحزيز. وطبيانه الى مجلس ابن زياد. فجلست زينب بنت عليا متنكرة فتهل عنها فقيل هذه زينب ابنة عليا. فاقبل عليها فقال الحمد لله الذي فضحكم. واكذب احدوثتكم. فقالت انها يفترح الفاتر. ويكذب الفاجر. وهو غيرنا يا عدو الله. فقال ابن زياد كيف رأيتي صنع الله بأخيتي وآل بيتي. فقالت ما رأت الا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القاتل. فبرجوا الى مراجعهم. وتيجمع الله بينك وبينهم. فتحاج وتخاطم فانظر لمن الفلس. فكلتك امك يوم اذن يا ابن مرجانة. قال الراوي فغوز ابن زياد. وكأنه هم بها فقال له عمو ابن حريس. انها امرأة والمرأة لا تآخذ بشيء من منطقها. فقال الابن زياد لقد شف الله قلبي. من طاغيتك الحسين. والعصات المردى من البيتك. فقالت لعمري لقد كان ابن زياد ما للمرأة والسجاعة. ان لي عن السجاعة. فقالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة. ان لي عن السجاعة. لشغلا. ولكن نفذ صدري بما قول. ثم التمت ابن زياد الى علي بن الحسين. عليهم السلام. فقال ما ماذا? فقال علي بن الحسين. فقال عليه قد قتل الله عليا. فقال علي عليه السلام كان لي اخ. يقال له علي بن الحسين قتله الناس. فقال من قتله الله. فقال علي علي السلام. الله يتوفى الانفس حين موتها. والتي لم تموت في منامها. فقال ابن زياد اولك جرى على رجل جوابي. خذوا وفربوا علقا. فزمعت به عمة زينب. فتعلقت به. فقالت يا ابن زياد حسبك ما ابدأت من دمائنا. انك لم تبخ منا احدا. فان كنت قد عدمت على قتلي فقتني قبلك. وانا اليوم لا والجل ولا اقل لذبي. ولا اقل لي يا بخار جوه ذو رحمي. اخي نبيح وراح لي قد وبيح وبي. لا قلب السيح واقفالي بغير حمي. وجلني انا بقيت محيرة واصرج بلد. لا اقل بآية ثراري ولا حسين. يذجرني منبشي وتدمع العين. او توقعي يا عبرك بصدرتك الثار فقال علي بن الحسين لعمة عسكتي يا عم حتى اكلمه ثم اقبل على ابن زياد فقال بالقاتل تؤتدني ابن زياد اما علمت ان الختل لها عادة وكرامة الشهادة ثم امر ابن زياد بعلي بن الحسين فحمل الى داري الى جنب المسجد الاعظم فقالت زينب ابنت عليا لا تدخلن علينا عربية الا ام ولد او مملوك فانه نسبين كما سبينا ثم امر ابن زياد برأس الحسين فطيفه في سكك الكوفة وشوارعها ثم الا ابن زياد ثم الا ابن زياد اتفعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال في بعض كلامه الحمد لله الذي اضار الحق وآله ونطر الامير يزيد واشياءه وقتل الكذاب ابن الكذاب فما داد على هذا الكلام شيئا حتى قام اليه عبد الله ابن عفيح الازدي وكان من خيار الشيعة وجه حادعا وكانت عينه قد ذابت وكانت عينه اليسرى قد ذابت في يوم الجمل والاخرى في يوم طفين وكان يلازم المسجد الاعظم يصلي فيه الى الليل فقال يا ابن مرجانة ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوك يا عدو الله تقتلوا لابناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على من ابن المسلمين فغرب ابن البياد وقال من هذا المتكلم فقال هذا المتكلم يا عدو الله اتقتلوا الزرية الطاهرة التي قد أذاب الله عمره وطارا تطهيرا وتجعم أنك على دين الإسلام وغوثها أين أولاد المؤجرين والأنفار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد الرسول رب العالمي قال فالسان تغرب بن جياد حتى انترخت أوداجه وقال علي بيه فتفادعت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه فقامت الأشراف من الأد من بني عمي فخلصوا من أيدي الجلاوزة وأخرجوا من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزلي فقال ابن جياد ذهبوا إلى هذا الأعماع أعمى الأد أعمى الله قلبه كما أعمى إليه فأتوني به فانطلقوا إليه فلما بلغ ذلك الأد اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوها الصاحبين وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مبر وضعهم إلى محمد بن الأشعر وامروا بقتال القوم فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة قال ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله ابن عفيف فكتروا القاب واقتحموا عليه فطاحت ابنته أتاك القوم من حيث تحلر فقال لا عليكي ناوليني سيفي فناولته السيف فجعل يدف عن نفسي ويقول أنا ابن ذي الفضل عفيف الطائري عفيف شيخي وابن أوم عامري كم دارع من جمعكم وحاتري وبطن جدلت مغادري فجعلت ابنته تقول يا أفتاح ليس لي كنت رجلا أخافم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتل العثرة البررة وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يدف عن نفسي فلم يقدر عليه أحد وكلما جاءه من جهة قالت يا أبتي جاءوك من جهة كذا حتى تكافروا عليه وحاطوا به فقالت ابنته وذله يحاط بهدي وليس له ناصر يستعين به فجعل يدير سيفا وهو يقول أخفم لو يفتح لي عن بطري واق عليكم موردي ومصدري قال الراوي فما زالوا به حتى أخذوا ثم حمل فأدخل على ابن جياد فلما رضوا قال الحمد لله الذي أخذى فقال له عبد الله ابن عفيف يا عدو الله وبماذا أخذاني والله لو فرجني عن بطري رضاق عليك بورجي ومصدري فقال ابن جياد يا عدو الله ما تقول في عثمان بن رفان فقال يا عبد بني علاك يا ابن مرجانه وشتمه ما أنت وعثمان أساه أو أحتم وأفلح أم أفسد والله سبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم ولكن قال لي عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه فقال ابن جياد والله لا سهلتك عن شيء أو تذوخ الموت غصة بعد غصة فقال عبد الله ابن عفيف الحمد لله رب العالمين أما إني قد كنت أسهل الله ربي أن يرجع لي الشهادة من قبل أن تجدك أمك وتهلت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه فلما قف بطري يأس عمر الشهادة والآن فالحمد للناء الذي رزق لي بعد اليات منها وعرف للإجابة من في قديم دعائي فقال ابن زياد اغلبوا عنقه فضربت عنقه وصلبا في السبخة قال الراوي وكتب عبيد الله ابن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين عليه السلام وخبر آل بيته فلما وصل كتاب عبيد الله ابن زياد إلى يزيد ووقف عليه أعاد الجواب إله يامره فيه بحمل راس الحسين ورؤوس من قتل معه وبحمل أفقاله ونسائه وعياله قال ابن الجوجي وقف زار القوم بهم وكلما نزلوا منزلهم ابن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله قال هذا رأس ابن بنت ربيكم قالوا نعم قال بيت القوم أنتم لو كان للمسيح ولد لا تكمعه أحداغنا ثم قال هل لكم في شيء قالوا وما هو قال عندي عشرة آلاف إرهام تأخذونا وتعطون الراس يكون عندي تماما الليل وإذا رحلتم تأخذوه قالوا وما يضرنا فناولوا أرهام وناولهم التراهيم فأخذه الراهام فغتله وطيبه وتركه عنده فجعله على فخذه وجلت يبكي الليل كله فلما أجفر الصوت قال يا رأس لا أملك إلا نفسي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن نجزك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أنني مولا ثم خرج من الزير وما فيه وطار يخدم أهل البيت عليهم السلام ثم تار القوم برأس الحسين والأسرى من رجاله فلما قربوا من دمشق دنت أمكم ثم من شمر وكان من جملتهم فقالت له لي إليك حاجة قال ما حاجتك يا ابنة علي قالت إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في طريق قليل النظارة وتقدم إليهم أن يخرجوا هذه الرغوط من بين المحامل وينحونا عنها فقد خدينا من كذرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال فأمر في جواب سؤالها أن يجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغيا منه وقفرا وتلك بهم بين النظر على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق فوقفوا على دوجبا في المسجد الجامع حيث يقام السبي وذلك في اليوم الأول من شهر صفة قال الراوي وجاء شيخ ودنى من لساء الفتين وعياله عليه السلام وعياله وهم في ذلك الموضع فقال الحمد لله الذي قتلكم وآلككم وراح البلاد من رسالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم فقال له علي بن الحسين يا شيخ خلقات القرآن قال نعم قال فهل عربت هذه الأعين قل لا أسألكم علي أجرا إلا الموتة في القربى قال الشيخ نعم قد قرأت الآن فقال علي علي السلام فنحن القربى يا شيخ فهل قرأت في بني إسرائيل وأجذ القربى حقا فقال الشيخ قد قرأت فقال علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ فهل قرأت هذه الأعين فهل قرأت هذه الأعين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسى وللرسول وللقربى قال نعم فقال له علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ فهل قرأت هذه الأعين إلا ما يريد الله ليذيب عن قرر تأهل البيت ويطائركم تطيرا قال الشيخ قد قرأت ذالك فقال غلي علي السلام فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطير فبقي الشيخ تاكتا نادما على ما تكلم به والتمت إلى ذين العابدين وقال بالله عليك أنتمهم فقال الإمام إنا لنحنهم من غير شك وحق جدنا رسول الله إنا لنحنهم فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع راته إلى السماء وقال اللهم إنا نقرأ إليك من عدو أهل محمد من جن وإين ثم قال ألي من توضى قال نعم إنتب تتاب الله عليك وأنت مبنى فقال أنا تائب فبلغ يزيد بن معاوية فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل قال سهل بن سعد الساعدي خرشت إلى بيت المقدس حتى توسقت الشام فإذا أنا بمدينة واضطردت الأنهار كثيرة الأشجار وقد علقوا السطور والحجر والتيبات هم فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعبن بالتفوف والطقون فقلت في نفسي ألأهل الشامعيد لا نعرفه نحن فرأيت قوما يتحدثون فقلت يا قوم لكم بالشامعيد لا نعرفه نحن قالوا يا شيخ نراك غريبا فقلت أدثان ابن سعد قد رأيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دماء والأرض لا تنخفف بآلها قلت ولماذا قالوا هذا رأس الحسين عدرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعدى من أرض العراق فقلت وعجبا يعدى رأس الحسين والناس يفرحون فقلت من أي باب يدخل فأشعروا إلى هذه الساعة فبينها لك فرأيت الرايات يكلوا بعضا بعضا فإذا نحن بفارس في يديه لواء منذوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ورائه نسوى على جمال بغير وطا فدلوته للأولاه فقلت يا جاري من أنفي فقالت أنا سكينة بنت الحسين فقلت ألكي حاجة إلي فهلت أهل ابن سعاد لما رأى جتكي رسول الله وتمعت حديثه قالت يا جاري قل لصاحب هذا الرا أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله وتأكل مني أربعمائة دينار قال وما غير قلت تخدم الرأس أمام الحرم ففعل ذلك ودفعت إليه ما وعده قال سهري لما جاءت الرؤوس كان يديد في منظات الله على جيرون فأنشد لنفسه وقد سمع غرابا يرهب لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشمول قلت على ربا جيروني نعب الغراب فقلت فح أو لا تصح فلقد قضيت من الغريب ديوني ثم أدخل فقل الحسين عليه السلام مع إساءه ومن تخلق من آل بيته على يديد ابن معاوية وهم مقرنون في الحفال فلما وقضوا بين يديه وهم على تلك الحال قال له علي ابن الحسين عليه السلام ارشدك الله يا يديد ما ظنك برسول الله لو رأنا على هذه الحالة والصفقة والله ولا أم والله ماذا كنت فغضب يزيد وقال كذبت إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعل قالت زيد بكلا والله ما جعل الله لك ذانب إلا أن تخوج من ملتنا وتدين بغير ديننا فاستشاط يزيد غضبا وقال إيايا تستقبلين بهذا الكلام إنما خرج من الدين أبوك وأخوك قالت بدين الله ودين أبي ودين أخي اعتجيت أنت وجدتك وأبوك إن كنت مسلما قال كذبت يا عدوة الله قالت أنت أمي ارتشت مظالما وتقرب سلطانك فكأنه استحيا وزكا فعاد الشامي قائلا هبلي هذه الجارية فقال له يزيد عزب وقال لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا أعرضتها قال لا قال هذه فاطمة بنت الحسين الحسين بن فاطمة بنت رسول الله فلما سمع الشامي بذلك وقال يزيد قطحك الله والله ما بنت إلا أن هؤلاء من الترك أو الكابل تقتل ذرية رسول الله وتدعو أنهم خوارس فلما سمع يزيد ذلك غضب من كلام الشامي فهمر به أن يختلف فقتل رضوان الله عليه وتعا يزيد برهد الحسين ووضعه أمامه في قشت من ذهب وقال في النساء خلفه فقامت سكينة وصاطمة يتطاولان أنظر إله ويزيد يسروا عنهما فلما رأينا طرخنا في البكاء ثم أذن يزيد للناس إذنا عاما أن يدخلوا وأخذ يزيد مخصرته واجعل ينكت ثغر الحسين ويقول يوم بيوم بدر وأنشد أبا قومنا أن ينصفونا فأنصفت قوارب في أيماننا تخطر الدماء نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأغلما فقال يحيى ابن الحكم أخو مروان وكان جالسا عنده لها منتجا أدنى قرابة من ابن زياد العرض للحزب الوغني ثميت أمثال سواء عدد الحطى وليس لآل المصطفى لأرغم النسل فضربه يزيد على صده وخالف قتلا أملا وأما الهقيل جين فإلا لما راتوا أوت إلى جيدها فشفته ثم نادت بصوت حزين يطرح القلوب يا حسينة يا حبيب رسول الله يا ابن مسكة وبدلا يا ابن فاطمة الزر تيت снتة pissed يا الله يا عسان ابتتل ورح ويا اولا يا شغفة مخلوق مزمع يا قول الشغف جسيب السمايات يا ريف يزام لا عزمناك ويا يا لأظر لا يا مجر على حد وشغف يا ويا ضربين العد جرحا وشغف يا ويا على أراضي فقط العاية وشغف يا ويا عطيت وزب حبيل يا حبيل يا ريف يقول ليت الشاخي ببدل شهد جدع الخد رجلا وقع الأسل لأهلوا واتهلوا فرحا ثم قالوا يا يديد لا تشل قد قتل القرن ستاتير وعد الله ببدل فاعتدل لسه من خند فإن لم أنتقم من بني أحد ما كان فعل لعب تاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزاي قال ففا إذا هو يترن بأبياته وإذا بصوت العقيل يطفكم سابعا إذ لم تسمع أحدا يرد على يديد ابن معاوية فقامت وقالت زينب سلام الله عليها الحمد لله رب العالمين وطل الله على رسوله وآله أجمعين فدخ الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أتاءوا الشوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بآيات تهدئون أردت يا يديد حيث أخذت علينا أخطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نتاق كما تتاق الأسراء أن بنا على الله أهوانا وبك عليه كراما وأن ذلك العظم خطرك عندك فشمحت بأنفك ونظرت في عفلك جذلان مترورا حق رأيت الدنيا لك متوسقة والأمور لك متتسقة وحين ففى لك ملكنا وتلطاننا فما لم أحلى لا تقشكالا أنا فيد قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا ألما نعلي لهم خير لأنفتهم إنما نعلي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مويد أمن العاب يبنى الصلحة تخذيرك حرائرك وإماءك وتوفك مناصرة لله خدا تكتس تورهم وأبديت وجوه تحجو بهم الأعدى من بلد إلى بلد ويستشرقون أهل المنائل والملاقر ويتصفح وجوههم القريب والفعيد والثني والشريح ليس معهم لمن حمادهم نحني ولا من رجالهم نولي وكيف ترتجى مراقبة من لفرفوا أكباد الأسكية ونبت لحم من دماء الشهدى وكيف يستغطأ في بوضنا أهل الميت من نظر إلينا بالشرف والشنآن والإحل والأفضان ثم تقول غير متأسما ولا مستعظم لا أهلوا واتهلوا فرحا ثم قالوا يا يديد لا تشل منحريا على سنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد انكت القرحة واستغطلت الشعف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من أهل عبد المطلب وتاته في أشياء خذ عمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتوتن أنك شلئت وطفن ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعل اللهم قل لنا بحقنا وانتقن ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سعك دماءنا وقتل حمادنا فوالله ما قلت إلا جلبك ولا حذست إلا لحمة ولتردن على عسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذرية وانتقن من حرمته وانتقن من حرمته في عدرته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلوم شهفهم ويأخذ بحقهم ولا تحسب من الذين قتلوا في تبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وحسبك بالله حاكما وبمحمد حظيما وبجرأ إلى غيرا وتيعلم من سول لك ومكنك من لقاب المسلمين مهز للوالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأبعب جدا ولئن جرت علي التواهي مخاطبتك أني لا أستطغر قدرك وأستعوم تقريرك وأستكثر توقيخك لكن العيون عضوا والصدور حرا غلاخ العجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الصلقاء هذه الأيدي ترطف من دمائنا والأخوات تتحلب من لحومنا وتلك الجسد الطواير الزواكي ترتابها العواسل وتعب الله أمات الفراعي ولئن اتخرتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجدوا إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد وإلى الله المجتكى وعليه المعول فكر كيدك وسعى سعيك ونصح شودا فوالله لا تنصو نكرنا ولا تميت وحينا ولا تدعب أمدنا وهل رعيك ولا ترحب عنك عارا وهل رعيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجملك إلا فدد يوم يناجي المناجي ألا لعنة الله على الظالمين فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونتهل الله أن يكمل لهم السواق ويوجد لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحبنا الله ونعم الوكيل فقال له فقال لا يزيد يا صيحة تحمد من طواحي ما هولى الموت على النواحي والتبت رجل النصر علي وهو رسول قيصر إلى يزيد وقال إن هلدنا في بعض الجدائر حافر حمار جيسى ونحن نحج إليه في كل عام من الأخطار ونودي إليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتبكم فأشهد أنكم على باطل فأغرب يزيد هذا القول وأمر بختمه فقام إلى الرات وقبله وتشهد الشهادتين ثم أخرج الرات من المجلس وطلبه على باب القصر ثلاثة أيام فسمعت هلد من تعرض الآلث دوجة يزيد جاهت وهي بأي حالة حاسر عن راسها حافية الخدم إلى مجلس يزيد ماتو كت الحجاب وهي تقول يزيد راس ابن بلت رسول الله على باب دارنا فقام إليها يزيد وغطى وقال لا ولي على إحيائه فإنه طريقة بني عاشم عجل عليه ابن دياء ثم جاء يزيد ابن معاوية إلى المجلس إلى المسجد وأغل الخطيب أن يطعد المنبر وينهل من علي والحسين بمحور علي ابن الحسين ففعل الخطيب الآلث فطاح علي ابن الحسين وينك أيها الخافة اشتريت مرضى المخلوق بتخط الخالق فتقوى مقعدك من النار ثم قال علي ابن الحسين ليزيد أتأذن لي حتى أصعد هذه الأعوات فتكلم بكلام لله فيها أيضا ولأؤلاء الجلسة فيه أجر وثواه فأبا يزيد فألح عليه الناس فأذنى له بعد كلام يطول بياله من جملة قال إنه إن طعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان فقيل له وما قدر ما يحسن هذا فقال إنه من آل بيت قد لقوا العلم دقاء قال فلم يزالوا بحتى أذنى ففعد فخفا خطبة أبكى منها العيون وأوتل منها القلوب فقال سلام الله عليه أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسا أعطينا العلم والحلم والسماحة والفطاحة والشجاعة والمحفة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن لمننا النبي المختار ومننا الصديق ومننا الطيار ومننا أسدوا وأسد رسوله ومننا سيدة النساء ومننا سبطا هذه الأمة ومننا ما ديوا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أن باتوا بحتبي ونسبي أنا ابن مكة ومنا أنا ابن جندم والصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى أنا ابن خير من اعتدرى وارتدى أنا ابن من حمل على البراق فلاوى أنا ابن من وضي بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأخطى أنا ابن من بلغ بي جبرائيل إلى شغرة المنتى أنا ابن من تنافت تدلى فكان قاب خوتان أو أدنى أنا ابن من صلى بملائكة السماء متنى أنا ابن من أوحى إليها الجليل ما أوحى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتبى أنا ابن من الورب خراصهم الخلف حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من الورب بين يدي رسول الله بسيفين وطعنا برمحين وأجر الهجرتين وبيع البيعتين وقاتل ببجر وحلعين ولم يكفر بالله طرفة عيد أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامل الملحدين ويعزوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج الفتائين وتين العابدين وأفل الصابرين وأغوى للقائمين من آلياتين رسول رب العالمين أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور ببيكائيل أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقافقين والمارقين والمجاهد أعداء الناصبين وأفخر من المشاة من فريش أجمعين وأول من أجاب والسجاف لله ولرسوله من المغمنين وأول السابقين وقاطم المعتنين ومبين المشركين وثامن من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبتان حكمة الله وعيفة علم سمح سخي بي بهلول ذكي أبطحي رضي مقدامهما طابع ضوام وأذبوا القوام أقذوا الأطلاب ومفرقوا الأحداث أربطهم علاماً وأثبتهم جلالاً وأخواهم عديمة وأشدهم شكيمة أزدوا البازل يتحدهم بالحروب إلى الزلفة الأسر واختربت الأعد طحن الرحى ويذرهم فيها ذر والريح الأشيم ليس الحجام وكبش العراق مذكي مدني خيفي هقبي شجري واجري من الهرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وأبو السبطين الحزني والحسين لنك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنا بن هديمات العيوب أنا بن نخيات الجيوب أنا بن خديشة القبرى أنا بن فاطمة الدارة أنا بن سيدة النساء ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال أنا بن المذبوح بكربلة أنا بن من راته على السناري يهتا أنا بن من حرمه من كربلة إلى الشام تسبا فلم يدن يقول أنا أنا حتى أرجى من أكبر البكاء والعوي فخاف يديد من وخوع البتنة قال للمؤذن أذن ليخضر عليه كلاما فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام جين العابدين كفرت كبيرا لا يقاد ولا شيء أكبر من الله فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال زين العابدين شيئا يا شعري وبشري ولحمي ودبي وعومي وجلدي ومخي فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله ألتبت إليه زين العابدين وهو قعد على المنبر وقال يديد محمد هذا جدي أم جدتك فإن تهمت عنه جدتك فقد كلبت وكفرت وأثم وإن تهمت عنه جدتك فلما قتلت ذريتك وتفيت رهاية فنزل الإمام جين العابدين من ملل من صرادا وقد تفرق من كان في المسجد والفهو حول الإمام جين العابدين يقول المنهال فإنت إلى مسلما علي فقلت له سيدي ابن رسول الله كيف أمسلي قال أمسي ذاك مثل بني إسرائيل في أعليف الرعود يذبحون أبناهم ويستحيون نساءهم أمتت العرب تبتخر على العجم بأن محمدا منها وأمتت طريق تبتخر على زائر العرب بأن محمدا منها وأمسينا مع شرعا لبيت مختولين مشردين فإنا لله وإنا إليه راجعون قال المنهال وبينا يكلمني إذ مرى خرجت خلب تقول إليه يا رغم الخلف فتركني وأطرم إليها فسألت عنها قيل هذه غمة زينايا ولما خشي يزيد الحتمة وانقلاف الأمر علي عجل في إخراج الإمام زين العابدين والعيال من الشام إلى وطنهم ومقرهم ومكنهم مما يريدون وأمر الرعماد ابن بشير وجماع معهم أن يسيروا معهم إلى المدينة معرف ولما هرف زين العابدين الموافق من يديد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنا في محلها فلم يتبهد يديد عن رغبته فدفع إليه رعد الحسين مع رؤوس آل بيته وطحبه فهل حقا بالأبدال كما في حبيب السجر يقول الراوي فلما داروا من الشام قاطدين إلى المدينة جعلوا طريقهم على أرض العراق فلما قاربوا كربلا قالوا لتلئ المرة على طريق كربلا فلما وصلوا إلى موضع المطرع وجدوا جابر ابن عبد الله إلى الصاري وجماع من بني عاشم ورجالا من أهل الرسول قد وردوا لزيارة قبل الحسين فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والعجل والأقوى وقاموا الماسم واجمع عليهم أهل ذلك الزواد وقاموا على ذلك عيابا عن عطي العوبي قال خرجت مع جنب ابن عبد الله إلى الصاري رضي الله عن سائر قبر الحسين بن علي فلما وردنا كربلا جابر من شاطئ القرى فاغتزل ثم اتزر بإجار وارتدى بآخر ثم فتح قرة فيها سعد فنقر على بدنه ثم لم يخض خضوة إلا ذكر الله تعالى حتى دنى من القرى فسوئيا فخر على الخبر مغشيا على فرجت عليه شيئا من الماء فلما أفى قال يا حسين ثلاثة ثم قال حبيب لا يجيب حبيب ثم قال وأن لك تلجواب وخف شخبت أو دعجك على أسباجه وغر خبر بدرك وراته تشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساة وابن سيد النقبى وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تفوناك لا وقد غزت كفك سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورعت من فدي الإيمان وغطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيب بفراسك ولا أشاك في حياتك فعليك سلام الله والغوان وأشهد أنك مضيت على ما مضى على أخوك يحيى بن زكريا ثم جال ببطني حول القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وناخت برعاني أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأغرتم بالمعروف ونأيتم على المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين والذي بعث محمدا بالحقي لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه فقال له عطي كيف ولم نافق واجيا ولم نعل جبلا ولم نغنق بسين والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدالهم وأوتمت أولادهم وأرملت الأدوات فقال لي يا عطي سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق أن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحزين وأصحابه قال عبداليا فراؤنا والله خسلت رجالنا وذبحت أصفالنا وذبحت لساؤنا وحرقت خيامنا عياء وأمنا قيل لما نظرت العبن يجد ورسائه نادت يا نادلين بكربلال عردكم خبر بقادرنا وما أعلابها ما حال وجوث تميتين في عربكم بقيت فلاس لله وجار مقامها ثوجاتنا خبر خيامي عبدالله نادت خوة جاعتك وجبت الرسوية من السبير وكانت في سلواني وخوة وإن تقعد يعز وجلعة الحماي هذا وبنات رسول الله تنتقل من قبلها بعبدالله إلى قبلها بالفار بقى أهل البيت ثلاثة أيام في أرض كربلاء وبعد ثلاث توجهوا إلى المدينة قاطدين رجوع إليها فلما قربوا المدينة إلترت الإمام زين العابدين إلى بشي محر لم وقال له يا بش رحم الله أباك فلقد كان شاعر فهل تقدر على شيئا منه فقال بلعقنا رسول الله إني لشاعر فقال عليه السلام ادخل المدينة وانعى الحسنين عليه السلام قال بشير فرقبت راسي وركرت حتى دخلت المدينة فلما بلغت مسجد الدني صلى الله عليه وآله وسلم رفعت فوته بالبكى وعنش آيات يا ألا يافر فلا مقام لكم بها يا ألا يافر فلا مقام لكم بها قتل الحسين في عيوني مدراره قتل الحسين في عيوني مدراره الجسم منه بكربلاه والوجود والرسم ينه على القناية في عيوني مدراره ثم قال هذا علي ابن العسين مع أماته وآخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا ببدائكم وأنا رسول إليكم أعرفكم مكانا قال فما بطيت بالمدينة مخسرة ولا محجبة إلا وفرجت من غذرها ضارفتان وجهها تاعية بالويل والثبور فلم أرى فنكيا أكثر من ذلك اليوم ولا يوما أمر على المسلمين مين وما بنات رسول الله جاءنا إلى دار أبي عبد الله صاح الصحات هيا فقد الأحباب والمشموحش يا دار الصحاب ايبا الحال لنصح ورى الباب أنا معقباب جيت جلات بجرين بجاية زيانة بوصاحة تلكنا ضلوا يا يقوم انتاعدنا لما البنين راح منه صناتي تربعا يوم الحرب نفلي مدينة جيتنا لا تقبلنا فبالحزرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعين رجعنا لا رجال ولا يأفلنا شكرا 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 شكرا